الخبر اول اللي عادنا عن نور مار يا حبايب وشي صادم اللي صار وياه في نزال هذا الستوري من وضح انه ايدا مصابة وتنحط قلوب مكسورة عليكم الله شفي يا رب ان شاء الله ما بيلا خير والعافية وكتملوا بالكومنتات شون توقعون صاير وياه بالضغة في النور مار وياه اخو محمد مار يا حبايب ثانية تم اعلنه وانه راح نزلون فيديوهات فمحمد نزال هذا الستوري قول راح ينزل فيديو على قناته وبنسبة النور مار في نزال هذا الستوري قول قاعد نصور عشان فيديو باتجر فكتونا يا حباب بالكومنتاتش قيمة حمسي لهذا المخاطع منتقل حاليا رغضة يا حباب وشي صادم صار وياه وكشف حقيقة العلاقة لحب مالتها وياه واحد اسم احمد حمدان انتشار هذا مقطع تيك توك شون هي قاعد يحظنها ومنسل الوقت اقول اقطات ما بينهم يا حباب تجمعهم وبالضافا برحا يا حباب رغضة نزلت هذا الستوري هم اجي احمد حمدان وسلم عليها وهي سلمت عليه واليوم نزلت هذا الستوري كاتبة مالفستان لعرس وكاتبة الحمد لله فهل يتر هي فعليا نزوجته ما ادري صراحة ان يمكن يكون مقطع يوتيوب حتشوفوا الستوري مادري صراحة ان يا حباب بالكومنتات هتوقعوا عن فعليا رغضة زوجت او مقلب نتقل حاليا ياسو يا حباب والتهجم تعرضت لبع تنزيل هذا الستوري في التشات طلعوا اي صديقاتها حطين وشي مثل ما شايفين يا حبايب فهذه خلاها ايجا هواي انتقادات فقررت ان هي التحذف الستوري اسم كمية التهجم التي تعرضت لها بشكل مطبيعي فحذفت هذا الستوري فتمنى احباب بالكومنتات ستعقد تهجم تعرضات لا او لا ننتقل حاليا ليارا يا حبايب وقمر الطاي وهل ياتار هم تصالحة وفتاتهم انتقوا بنفس البنية يا حبايب لا يسمها الري ما اتوقع مثل ما شايفين بالكومنتات هل توقع هذا الشي صار او لا خاصة ان مريانا يا حبايب من برحة بالحفلة مال عبدالله هي شات ملتقى يا قمر الطاي واخدوا صورة جماعية مادر الصراحة ننتقل حاليا روزا يا حبايب ووصول قناته او حسابها بالانستجرام للاربع مليون متابع فان شاء الله الف مبروك على اقبال العشرة مليون يا رابطة بالاتسون يا حبايب نتبركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي ننتقل حاليا لأسو وتنزيل هذا الستوري تقول تريد تسوي اشي عملية الانفة يا حبايب ان هي تزورفة ان طوان هي ما سوتها واسلاك من الناوية تسويها فكتب بكومنتات شن رأيكم وبالخدام يا حبايب عن الفيديو اللي انتشر على النور ستارز ويا كريم ان امتاتهم حاضنين بعض بالمال دي بيا حبايب مثل ما شايفين بالدائرة علشان هما لازمين ايض بعض واضح العلاقة الحب فكتبنا يا حبايب بالكومنتات هل فرحتوا او ازعتوا بسبب هذا الشيء وان شاء الله الف مبروك اذا هما مرتبطين ووصلوا لحبايب لنوصلة المقطع باشر راح تزولكم مقطعكوش خرافي الحلقة الثانية من مسلسة الياسو بس جانكو فيزي مقدمك القصص هيش بكل هوا اشياء مع السلامة